اشتركوا في القناة لكن قبل ان ابدأ في اخبار اليوم اسمحوا لي ان اتكلم عن موضوع عدلي مرة اخرى ليس بخصوص جديد عنه لكن رسالة فقط لبعض المتابعين تفاجأت بكثير من الردود امس تقول ان عدلي لم يتكلم عن بالماضي وان الفيديو امامك شاهده وما الى ذلك ومنهم حتى من شتمني بدون سبب اربيهدي على العموم فهمت لاحقا سبب كل هذه الضجة وانا سامحت وتجاوزت رسالتي لهؤلاء المغيبين الفيديو الذي تم نشره لعدلي كان من حوار مصور مجمع بين لغازيتا ونيوزويك لا اعلم لماذا ذهبوا اليه رغم ان حواره مع لغازيتا الورقية الحوار مدفوع يعني ادفاع لتقرأ ووضعت لكم الرابط كامل مترجم لمن يريد قرأته والذكر فيه بالماضي بوضوح ثانيا اللاعب في حسابه على تويتر تحدث بالتفصيل ووضعت الرابط للجميع لمن يحب المشاهدة والرد حتى على عدلي ان هو اراد لكن طحنا في نسم سكرة تصدق برك ماء واشتحب المهم انا هنا لست لابرر شيء فقط لانور الرأي العام ومتابعي الكرام يعرفون انني لا اضع الاخبار من رأسي عفوا على هذه المقدمة والان لاخبار اليوم بعد الفراغ من لقاء بوليفيا صهرت الجمعة استأنف الناخب الوطني ولعبوه التحضير للقاء الثاني ضد جنوب افريقيا والذي سيقام يوم الثلاثاء رفق القائد يسين ابراهيمي عاملوا بقوة وبجد من اجل تحقيق نتيجة طيبة ثانية تنهي التربص بنجاح الناخب الوطني قام بتقسيم المجموعة التي شاركت في حصة تدريبية امس الناخب الوطني قرر ارحة المشاركين ضد بوليفيا حيث قاموا ببعض عمل مخصص وخفيف تدريبات في حين شارك البقية الباقية في الحصة التدريبية بصورة عادية اللاعبون عادوا ليجتمعوا في مجموعة واحدة في الحصة التدريبية التي اقيمت اليوم على ان يكون العمل الجاد والتحضير للقاء جنوب افريقيا قد بدأ رسميا الحادث الاهم في تدريبات الخضر هو اندماج لاعب ليون سعيد بالرحمة يتبقى للاعب ليون الحصة التدريبية لنهار اليوم ونهار غد الاثنين للتأكد ما اذا كان قادر على المشاركة ضد جنوب افريقيا ام لا ولو ان مشاركته تبدو اكيدا في انتظار ما اذا كان سيشارك كاساسي او كبديل وكل شيء متوقف وقتها على وضعه البدني لاعب اخر شارك ايضا بشكل كامل والمعني حسام عوار وضعية حسام عوار احسن بكثير من وضعية بالرحمة فما كان يمنعه من تدرب سابقا ليس اصابة ولهذا فان رؤيته كاساسي ضد جنوب افريقيا يبدو امرا اكثر من اكيد لكن يتبقى القرار الاول والاخير للمدرب بيتكوفيتش وكما اشرت في عدد امس وعلى النقيض مما كشفت عنه الكثير من المصادر لاعب بوريسيا دورتموند رامي بن سبعينه ولغاية عشية اليوم الاحد لم يغادر تربص الخضر رامي خضع الفحوصات في سيدي موسى وعلى ضع هذه الفحوصات سيتبين موقفه لغاية عشية اليوم لم يعلن عن رحيل اللاعب لكن يبقى الامر وارد جدا وربما يحدث في الصهراء لاعب اخر ايضا وضعه مشكوك فيه ومشاركته في لقاء الثلاثاء ضد جنوب افريقيا غير اكيدة وهو رفيق قيتان قيتان يعاني من انزعاجات بدنية لكن من دون تأكيد واضح لطبيعتها وهل هي خاطرة كفاية لمنعه من المشاركة ام لا عدم مغادرة غايتان لتربص الخضر ومواصلة العلاج في سيدي موسى يؤكد ربما انها ليست خطيرة وان شاء الله نراه ضد جنوب افريقيا وكنوع من الترويح عن النفس وبما ان التدريبات في نهار رمضان غير موجودة وكلها في الصهراء استغل بيتكوفيتش الامر للقيام بجولة لجامع الجزائر الاعظم رفقة لاعبه رفق كيفين جايتون تفقدوا جنبات الجامع وقاموا بتلقي شروحات كثيرة عن طريقة بنائه وايضا ما يحويه من مرافق وامور اخرى كثيرة كما ادوا صلاة العصر فيها وادلى لاعب ران امين غويري بتصريحات اعلامية للموقع الرسمي للفاف تكلم فيها عن مغادرة لتربص الخضر والفوز على بوليبيا وعلاقة المشموعة ببيتكوفيتش وايضا الجو العام غويري اظهر ان كل شيء على خير ما يرام وهو ملخص الحديث لكي لا ندخل في تفاصيل غير مهمة الى ذلك انتشرت الكثير من الاخبار عن مغادرة غويري للتربص حتى منهم من روج لاشاعات المشاكل التي تعودنا عليها لكن مصادر فرنسية كشفت اليوم ان السبب الرئيسي هو قرب تحول غويري لاب غويري ارد ان يكون رفقة زوجته في هذه اللحظة الفارقة والناخب الوطني لبى له هذا الامر لان الامر حساس قليلا للاشارة حوار غويري وحدثه عن الاجواء الرائعة كان رسالة لمروجي الشائعة وخاصة الرسالة للتأكيد على ان مغادرة تربص الخضر لم يكن بسبب مشاكل الفاف تبدو مركز كثيرا على ما يدور من اخبار حول المنتخب خاصة بعد الاتهامات التي طالت عوار وتوبى والناس ومحرز ولو انه امر لن يكون في فائدة المنتخب والتركيز يجب ان يكون على العمل وليس الرد على الشائعات والاخبار المضروبة قبل الانتقال لاخبار محترفين لموضوع لم اكن اريد الحديث عنه صراحة لكن نظرا للضجة الكبيرة التي دارت من حولها اردت تسليط الضوء عليها فعلى هامشلق الجزائر وتونس امس بدأت مناوشات بين لاعبي المنتخبين وهو امر عادي يحدث في كل ملاعب العالم لكن غير العادي هو التدخل الذي قام به المدرب منع والذي قام بصفع احد لاعبيه وهم بصفع ثاني لولا انه ابعد وجهه تصرفت مانع يراها البعض انها كانت في محلها لان المنتخب كان بحاجة للعودة ولم يكن وقتا للمنوشات لكنهم قلة اما الغالبية العظمى فرأت انه تصرف غريب من رجل مربي تصرف مانع جاب العالم حرفيا حيث تدولت العديد من الصفحات في القرعة الخمس وقالت انه غير مقبول بالمرة فلا يحق لأي مدرب مهما كانت قيمته ان يصفع لاعبا لديها وبعد ان تحول الفيديو لفضيحة عالمية وليس فقط محلية وبعد ان تمت معاينة الجزائر من كل حد وصوب انتفضت الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمت مانع وبقوة انصار الخضر طالب بضرورة طرد المدرب الاكيد ان صعد يكون قد اجتمع بمانا وطلب استفسارات حول الصورة غير اللائقة التي ظهر عليها لكن لا يعلم لغاية عشية اليوم مصير المدرب ان شاء الله ستتم اقالتها اخيرا ظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها الدولي الجزائري اسماعيل بناصر بعد خروجه من تربوس الخضر وعودته لناديه ميلان تقارير ايطالية كشفت اليوم ان بناصر واثنين من زملائه خضعوا الفحوصات وكانت نتائج الدولي الجزائري الاكثر طمأنينة حيث قالت انه لا يعاني من اصابة حقيقية التقارير الايطالية قالت ان بناصر يعاني من الام حقا لكنها خفيفة ولا تدعو للقلق حتى انه لن يقوم باي عمل مخصص من اجل التعافي وهو فقط بحاجة لراحة لبضعة ايام من اجل العودة والتعافي ولماذا لا التواجد في اللقاء المقبل لفريقه وكان بناصر قد غادر تربوس الخضر وعاد مباشرة لكازاميلان بعد شعوره ببعض الالام وضع بناصر كما يعلم الجميع حساس فقد عانى من الام منذ كان الماضي وادارة ميلان متخوفة كثيرا من وضعه ولا ترغب باي مغامرة لكن يبدو ان الامر غير مخيف هذه المرة على امل ان لا يتكرر ويعود بناصر نهائيا قريبا كشفت صحيفة بيلد الالمانية وهي من اقوى المصادر هناك على الاطلاق ان ادارة بوليسيا دورتموند وبالتشور مع المدرب ايدين تيرجيتش استقرت على قائمة من خمسة اسماء قالت انها ستعمل على التخلص منها ببيعها او تسريحها في الصيف المقبل القائمة ومن دون مفاجأة تذكر ضمت اسم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني والذي يبدو انه خارج من الحسابات الحديث عن تسريح رامي انطلق قبل الكان لكنه ازداد قوة بعد الكان وبعد تعاقد النادي مع الهولندي ايان ماتسن لكن ان يصدر الخبر من صحيفة بيلد ربما يكون لذلك مصداقية اكبر بن سبعيني مطالب تصحيح وضعه حتى لو لم تضع بيلد الخبر سواء بالعودة للمشاركة اساسيا او الرحيل لان الرحيل في حال استمر سوء وضعه قد يكون احسن حل في الوقت الذي يتوجد فيه راين ايت نوري في الجزائر من اجل التركيز على المنتخب ما زال اسمه يتداول وبقوة في الصحابة الانجليزية كانتقال وشيك في الصيف ومع كثرة الاخبار ما زال الحادث عن ليبربول يكبر يوما بعد اخر تقارير انجليزية قالت ان مناجر ليبربول ريتشارد هيوز قد يتحرك سريعا لاجل جزائري التقارير ذاتها وبعد ان اشارت لقيمة ايت نوري وقدراته وحتى لقيمه قالت ان التحرك لاجله في الايام المقبلة لن يكون مفاجئا لأحد حيث يبدو ان الادارة قد اجتمعت على ضرورة ضمه خاصة بعد ان اوصل مدرب الحالي يورغان كلوب بضمه حيث يرى انه سبق ممتازة ستساعد المدرب الجديد والنادي على العموم الى ذلك اشارت صحيفة The Athletic البريطانية الشهيرة ان ادارة والبرهامتن لن تكون قادرة على الاحتفاظ بايت نوري ليس فقط لكثرة العروض لكن لرغبة النادي في التعزيز النادي بحاجة لميزانية ضخمة جدا وذلك لن يتم الا ببيع ايت نوري The Athletic قالت ان الرقم الذي سيطلبه النادي 40 مليون جنيه استرليني وهو قيمة ترى انها موافقة لقدرات اللاعب كشف الموقع الرسمي لنادي باير ميونيخ ان مدرب الفريق الاول قام باستدعاء ما لا يقل عن اربعة لاعبين شباب من الفريق الثاني لتدرب والعمل مع الفريق الاول الامر عادي وحدث في التوقفات السابقة حيث يعمل المدرب على اكمال التعداد بنجوم الفريق الثاني النجم الجزائري يونس ايت عامر كان حاضر مرة اخرى في تدريبات البايرن ايت عامر يعتبر من نجوم الفريق الثاني ودائما ما يتدرب مع الفريق الاول ضيف الى ذلك انه قام بفترة التحذير مع الفريق الاول وهي امور تدل على انه ربما سيرقل الفريق الاول في الصيف ايت عامر حتى لو لم يرقى ستتم اعارته بكل تأكيد لنادي جديد يمنحه فرصة ظهور لان ظهوره مع الفريق الاول قد حان كشفت بعض المصادر السعودية ان استمرار لاعب الخضر رياض محرز مع فريقه الاهل السعودي لم يعد اكيدا رياض الذي يعاني كثيرا من النقد غير المبرر بسبب او بدون سبب ربما يقرر ترك الدور السعودي بعد عام واحد فقط من التواجد فيه ليس هذا وفقط حتى ادارة الاهل ترغب في الامر وربما تفسخ عقد اللاعب محرز ورغم انه يقدم مستوى مقبول ويعتبر احسن لاعبي الاهل بفارق عن البقية الا ان الكل في السعودية يرون ان لمسته غائبة خاصة انه لم يساعد الفريق على اللاعب على اللقب ولذلك ربما يرون امرحيله والتعاقد مع لاعب عالمي اخر سيكون احسن خاصة ان الاموال ليست مشكلة بتاتا ويمكنهم ضم اي لاعب ومهما كانت قيمتهم بخصوص الوضعية التعاقدية لمحرز فنشير الى انه وقع فقط لمدة عامين ما يعني انه سيدخل العام الاخير لعقده مع نهاية الموسم ووضعه وقتها لن يكون مؤمنا بالمرة رياض سيبحث عن التجديد بدون شك لانه لن يجد ربع او حتى عشر راتبه الحالي في مكان اخر لكن وبما ان التجديد صعب فان الرحيل وقتها سيكون احسن محرز ورغم ما يتعرض له من نقد الا انه يبقى نجم كبير ومكانته الحقيقية في اوروبا ولن يجد اي صعوبة في التعاقد مع نادي اوروبي ونادي اوروبي كبير ايضا وليس فقط نادي صغير ولا يختلف اثنان على ان انقلاب الجماهير الجزائرية على محرز لم يكن فقط بسبب سوء مستوى في المنتخب معه في السنوات الاخيرة وخاصة في كان لكن منذ تضيله للخليج عودة محرز لاوروبا وتوقعه في نادي جيد ربما تعيد له وضعه الطبيعي لدى الانصار محرز الذي لم يعلن اعتزاله الدول رسميا بعد ربما ما زال يملك دورا كبيرا مع المدرب الجديد وعودته لاوروبا للعمل بشكل كبير بدنيا وللتألق وتحسين ارقامه ربما ستكون في صالح وصالح المنتخب معا ولما لا نراه قائدا مرة اخرى لكتيبة الخضر رغم كل ما قيل عن مستوه الكبير مع سيراميكا كليوباترا وعودته الاكيد لناديه الاصل الاهلي الا ان الامر لن يحدث على ما يبدو تقارير مصرية قالت ان ادارة الاهلي اتفقت بشكل رسمي مع نظرتها من نادي الزاد الصاعد الموسم الحالي فقط للقسم الممتاز من اجل الحصول على ورقة قندوسي كاعارة لمدة موسم مقبل التقارير نفسها قالت ان المدرب مارسل كولير لا زال لا يرى في قندوسي اللاعب الذي يمكن ان يفيده ويفضل تعاقد مع لاعب اجنبي اخر فرغم رحيل الفرنسي مودست ووجود منصب شاغر الا انه لا يريده على ما يبدو ويفضل تعاقد مع لاعب اخر وهو اسوأ خبر يمكن ان يسمعه الدولي الجزائري احمد قندوسي تحول للاعب دولي في تربوس مارس حتى انه نال اشهد واسع بعد دخوله الموفق لدابوليبيا لكن هذا لا يعني انه ضمين مكان وعليه ان يختار وجه جيد تتيح له التألق ولعبه في نادي اسمه زاد سيعيده عدة خطوات للخلف لذلك وجب عليه دراسة مستقله جيدا ان هو اراد البقاء في المنتخب الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي ان شاء الله غدا السلام عليكم